مهندس خالد عمر يوسف عن لقاء رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك بولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرياض وعدد من المسؤولين بالمملكة أحرز تقدم ملموسا في العديد من الملفات وتوصل الطرفان لاتفاق سياسي في عدد من الملفات المشتركة المتعلقة بأمن البلدين وأمن وسلامة منطقة البحر الأحمر وأضافين الجاربين عمنا على ضرورة التكامل بينهما فيما أكد الجانب السعودي دعمه الانتقال في السودان وضرورة تجاوز الصعوبات التي تواجهها إذن هي 3 مليارات دولار استثمار سعودي في السودان ومرحب بأهل الاستثمار وأهلا بالسعودين والإخوة السعودين دايما هم سباقين لأنهم يساعدوا السودان في الاستثمار هو ما بس فلوس بتتحطى وهم أكيد هو كمان فيه خير للسودان كثير جدا نعم إن شاء الله بهذا الخير قال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف أن السعودية تعهدت باستثمار 3 مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار بالسودان وتشجيع أطراف أخرى على المشاركة قال يوسف أن السودان تلقى 300 مليون دولار من المنحة السعودية في عقاب إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير إذن الأخبار ما زالت متواترة وتظل العلاقات السعودية السودانية في المجالات كافة قوية وراسخة وفوق أي محاولة للنيل منها خصوصا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية ولن ينسى الشعب السوداني الدور الرياضي لخادم الحرمين الشريفين الملك تلمار بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي عانى منها على مدى 20 عام والعلاقات مع السودان في أوج عهدها وتطورها وجدت لتدوم مهما حاول المغرضون التشويش عليها وصفها بأنها علاقات صامدة ومتجزرة وستشهد في الفترة القادمة تناميا كبيرا على المستويين الرسمي والشعبي مؤكدا وقوف الرياض قلبا وقالبا مع الخرطوم